اشتركوا في القناة السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله لتلبية احتياجات المواطنين وللارتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين وقال سعدة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة تفخر بأن يكون لها بصمة في المشاريع التنموية كما أنها تدعم جهود وزارة الصحة في تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على العلاج والرعاية الصحية من جانبها أكدت سعدة وزيرة الصحة بأن القطاع الصحي في مملكة البحرين يشهد تطورا كبيرا متمثلا في توفير الرعاية الصحية الشاملة ورفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات الصحية كما أكدت الاستمرار في تنفيذ مشاريع معينة أو معنية بتوفير المرافق الصحية والكوادر الصحية المتخصصة لاستيعاب الاحتياجات في هذا القطاع واطلع الوزيران خلال زيارة على تطورات العمل في مشروع بركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة وقد تم تقديم عرض مفصل عن المشروع ومراحل التنفيذ والذي يهدف إلى إنشاء مركز متخصص للرعاية ويعادة التأهيل بطاقة استيعابية تبلغ مئة سرير مزود بكافة الخدمات الطبية والإدارية المساندة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بأمراض تتطلب حالتهم البقاء لفترات طويلة في المستشفى كما تم الإطلاع على مراحل العمل في مشروع مركز التصلب اللويحي وهو أول مركز لمرض التصلب اللويحي في منطقة الخليج ويمثل خطوة متقدمة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي وسيوفر الفحوصات والعلاج لتفادي التكلفة الباهضة في الخارج والتخفيف من معاناة المصابين